العملية الثامنة صفحة 35 في 18 واحد قامت المؤسسة بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي إذن نحن قمنا الآن بعملية تقديم تقديم خدمة للغير وهذه أطلقنا عليها أو على المقابل الناتج عنها إيرادات وقدمت هذه الخدمة لشركة أخرى تسمى شركة الخزامي بمبلغ 30 ألف ريال ووعدت شركة الخزامي بسدادها خلال الأشهر القادمة بمعنى أن هذه العملية كانت بالأجل أو كما نسميها أحيانا على الحساب معنى ذلك أن الإيرادات بالنسبة لنا تمثل أحد عناصر حقوق الملكية وهي تؤدي إلى زيادتها وهذا يعني زيادة في مصادر الأموال لهذه المنشأة بينما أن شركة الخزامي التي أخذت الخدمة ولم تدفع ثمنها فإنها تصبح بالنسبة لنا مدين أو أن هذا المبلغ يمثل حق للمنشأة على الغير والحق للمنشأة على الغير يسمى بأصل إذن لدينا استخدام جديد للأموال هو الأصول المدينون وهي شركة الخزامي طبعا المطلوب إعداد معادلة المحاسبة وقائمة المركز المالي نلاحظ أن كلا الطرفين اللي هو مصادر الأموال قد تأثرت واستخدام الأموال قد تأثر أيضا إذن هذه العملية تؤثر أيضا على جانبي معادلة المحاسبة بناء على ذلك نلاحظ أن هناك زيادة في جانب الاستخدامات وأيضا هناك زيادة في جانب مصادر الأموال الزيادة في الاستخدامات كانت بمبلغ 30 ألف ريال بند جديد هو بند المدينون لأن القيمة لم تسدد بعد بينما أن مصادر الأموال تمثل زيادة في بند الإيرادات بالمبلغ الذي يقابل قيمة الخدمة المقدمة للغير بناء على ذلك تصبح معادلة المحاسبة الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية لدينا البنك لم يتأثر كان ب330 الصندوق كان ب114 لم يتأثر المدينون هو بند جديد ظهر بمبلغ 30 ألف ريال مقابل الخدمة مضافا إليه المباني لم تتأثر والعدد والآلات والأثاس بمبلغ 60 ألف كل هذا يساوي في الجانب الآخر الدائنون بمبلغ 40 ألف لم تتغير رأس المال ب800 ألف العنصر الثاني في حقوق الملكية هو عنصر الإيرادات كان بمبلغ 20 ألف أضيف إليه الآن مبلغ 30 ألف تصبح قيمته الجديدة 50 ألف ريال بينما كان هناك عنصر المصرفات بمبلغ 6000 لم يتأثر نلاحظ أن هذه العملية قد أثرت على الجانب الأيمن والجانب الأيصر أثرت على كل الجانبين أثرت عليهما بالزيادة كل الجانبين حدث فيهما زيادة الجانب كل الجانبين قبل العملية كان مجموعه 854 زاد كل جانب نتيجة هذه العملية بمبلغ 30 ألف ريال وهو مقابل الخدمة إذن يصبح مجموع جانب مصادر الأموال 884 هو نفسه القيمة أو إجمالي جانب الأصول والتي تصبح أيضا 884 ونلاحظ أن كلا الجانبين متساويين إذن هذه العملية أثرت بالزيادة على كلا جانبي معادلة المحاسبة بناء على ذلك تصبح الميزانية في هذا التاريخ الخصوم كما هي لم تتأثر شركة شمسان حقوق الملكية رأس المال فيها بـ 800 ألف الإرادات كانت بـ 20 أضيف إليها 30 إرادات جديدة فتصبح القيمة الجديدة 50 يطرح منها المصروفات بـ 6 ألاف إذن يصبح الرصيد الجديد 844 لحقوق الملكية إذا قمنا بجمع كلا الرقمين يظهر لنا أن مجموع جانب مصادر الأموال أصبح 884 بعدما كان 854 في جانب الأصول البنك لم يتأثر وكذلك الصندوق بينما ظهر عنصر جديد هو المدينون شركة الخزامي ظهرت بمبلغ 30 ألف التي كانت زيادة في الإيرادات ثم المباني والعدد والألات والأثاس كانوا كما هم لم يتغيروا والإجمال 884 إذن هناك زيادة في مصادر الأموال وزيادة في استخدامات الأموال وما زال كلا الجانبين متساويين تأكيدا على فكر التوازن معادلة المحاسبة تأكيدا على فؤلاء المحاسبة تأكيدا على فكر التوازن معه